ادى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم صلاة الجمعة المباركة بمسجد قصر لصخير ادى الصلاة بمعية جلالة الملك المفدى عدد من اصحاب السمو وعدد من افراد العائلة الملكة الكريمة وذلك بعد التوجيهات السامية باعادة فتح الجوامع والمساجد لاداء صلاة الجمعة والتراويح والقيام واستمع جلالة الملك المفدى والحضور الى خطبة صلاة الجمعة التي القاها فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الاوقاف السنية والذي استهل الخطبة بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه وفضله متوجها بالدعاء الى المولى العلي القدير في هذا اليوم الكريم ان يحفظ عاهل البلاد المفدى ويرعاه وان يوفقه لما فيه الخير والصلاح للمملكة وان يعيد هذا الشهر الفضيل على جلالته بموفور الصحة والسعادة والعافية وعلى مملكة البحرين وشعبها الكريم بالخير واليمن والبركات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستن بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون كيف لا نفرح بفضل الله وقد تفضل الله علينا بولي أمر قد أجرى الله على يديه ما تقدم من الأنعام والأفضال فجزاه الله عنا خير الجزاء وثقل بما وجه به وأمر موازين حسناته وجعلها شاهدة لجلالته يوم القيامة بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم عباد الله صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى أزواجه وذريته وارضى اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين اللهم إنك إذا استودعت أمراً حفِظته فاللهم إنا نستودعك بلادنا مملكة البحرين نستودعك ملكها وقائد نهضتها نستودعك أمنها وإيمانها نستودعك أرضها وسماءها نستودعك أهلها اللهم أصرف عنا الوباء والبلاء اللهم عافِنا من جميع الأسقام والآلام اللهم وفِّق ليَّ أمرنا لما تحبُّه وترضاه اللهم بارِك له في عمره وصحته وعافيته اللهم انصره وولي عهده رئيس وزراءه اللهم وانصر بهما دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم ووفِّق جميع القائمين على شؤون صحتنا اللهم وانصر رجال أمننا المرابطين على الثغور في كل مكان اللهم كلهم معينًا ونصيرًا ومؤيدًا وظهيرًا اللهم وتقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم اغفر لوالدين ولوالد والدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والممكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون إلى ذلك توجه الخطيب بالشكر الجزيل لجلالة الملك المفدأ يده الله ورعاه على توجيهات جلالته الكريمة بإعادة فتح الجوامع والمساجد لأداء صلاة الجمعة والتراويح والقيام لكل ما فيه خير البلاد والعباد معربًا كذلك عن الشكر لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وفريق البحرين بقيادة سموه على جهودهم الإنسانية النبيلة في مكافحة جائحة كورونا للحفاظ على صحة وسلامة وأمن واطمئنان المواطنين والمقيمين سائلًا الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء تحت قيادة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين والعالم أجمع من الأوبئة وسيء الأسقام وأن يعجل بانتهاء هذا الوباء في القريب العاجل وأن يحفظ الجميع منه وأن يرزقنا الأمن والأمان والاطمئنان إنه سميع مجيب